اشتركوا في القناة بناءً على تصويتكم نشكر طبعاً حساب تجمع أخصائيين التغذية على الاستضافة وإن شاء الله توصل المعلومات لأكبر قدر من المستفيدين منها بإذن الله تعالى طبعاً بالبداية التغذية جداً مهمة لأغلب الحالات الصحية فمهم جداً الشخص يحرص على التغذية الصحية وبزداد الحرص بشكل أكثر لما يكون المشكلة موجودة عندنا بالجهات الهضمية اللي هو مسؤول عن هضم التعامل مع التغامل فمن الأشياء المهمة أننا ننتبه لتغذيتنا طبعاً رح نتكلم بشكل عام عن أمراض القولون من ناحية الشخص السليم حتى أمراض القولون العصبي وأمراض زي التهابات القولون التقرحي وأمراض كرونز اللي هي التهابات الجهاز الهضمي التقرحية بالإضافة لبعض أنواع الأعراض الجانبية اللي ممكن نصير كيف نحن ممكن نتعامل معها طبعاً في ملف رائع جهزتلكم إياه رح نضيفه على قناتنا بالتليجرام بحيث أنه يعني يكون كمرجع لكم عن الموضوع كمرجع موظوب بحيث أنكم ترجعونه لتفاصيل أكتر بإذن الله تعالى بدايةً رح نتكلم عن نصائح لقولون وجهاز هضمي صحي للشخص السليم أو لجميع الأشخاص بشكل عام طبعاً النظام الصحي زي ما ذكرت بالبداية هو مهم للمساهمة في الحد من الوقاية والمساهمة في علاج العديد من الأمراض طبعاً اضطرابات القولون ممكن أي شخص يعاني منها ليس شرط أن يكون مشخص كقولون عصبي لكن ممكن أي شخص يتعرض لها بشكل عام عشان نحن ندعم صحة جهازنا الهضمي وخاصة القولون المهم نحرص على تناول الألياف بنظامنا الغبائي بشكل جيد بحيث أن نحن ندخلها طبعاً تدريجياً في بعض الأشخاص ممكن يكون نظامه مفتقر إلى الألياف لفترة طويلة يجي فجأة يدخلها فرح يواجه بعض الأعراض اللي ممكن تكون نفس أعراض القولون وما رح يكون حاجة مريحة إلوف ومهم أنه تم إدخالها تدريجياً طبعاً من أبرز مصادر الألياف الخضار، الفواكه والحبوب الكاملة بالإضافة أيضاً من الأشياء المهمة اللي منحرص عليها الاعتدال في تناول الدهون عند بعض الأشخاص الدهون العالية وخاصة الأطعمة المقلية ممكن نتهيج الجهاز الهضمي بالإضافة الاعتدال في تناول الكفايين مثلاً زي الشاي والأهوال أنها بتحفز بعض خلايا القولون أو تستثير بعض خلايا القولون فممكن عند البعض سبب لهم بعض الأعراض المزعجة دائماً لما نحن نطر القولون نواجه أسئلة خاصة مثلاً على البقوليات زي الفول، زي العدس أنواع البقوليات الأخرى زي الحمص أيضاً فكأحد الخيارات ممكن الشخص أنه يجرب ينقعها بالماء بليلة قبل اليوم اللي هو رح يستخدم فيها ويحاول كل شوي يغير الماء عنها طبعاً عملية تغيير الماء ممكن نحن نتخلص من بعض أنواع الأحماض زي حمد الفايتك وبعض أنواع الأحماض بتأثر حتى على امتصاص المعادن منها مو فقط من ناحية التخفيف من النفخة أو نادة مسببة للنفخة فيها أيضاً في بعض الأشخاص ممكن نوع معين من الطعام هؤلاء اللي بيسبب له مشكلة فممكن إذا هو بشعر بعدم الارتياح عند التناوله ممكن أنه يتجنبه أو يحرص دائماً يحرص على مناقشة أخصائي التغذية نشوف عليه عن البدائل لنوع الأكل اللي هو بتحبه مثلاً في بعض الأشخاص البصل أو بعضهم مثلاً منتجات الحبوء خاصة مثلاً زي منتجات القمح أو الألياف العالية فحسب نوع الأكل ممكن يكون في بدائل أخرى مريحة أكثر للشخص أيضاً المشروبات الغازية والمشروبات العالية بالسكر تستفير الطلون فيفضل دائماً تجنبها عدا أن بعضها غير مريح للجهاز الهضم أيضاً تناول الطعام بتأني وتجنب الشرب بالمصاص أو تناول العلك لأنه عند بعض الأشخاص أيضاً بزيد من تكون الغازات بالإضافة للنشاط البدني وممارسة الرياضة بشكل منتظم لأنها بتتقلل طبعاً دائماً الحركة والرياضة بتقلل من التوتر وبتحسن عمل الجهاز الهضمي وبتحسن حركة الأنعاء أيضاً بعض الأخطاء اللي ممكن البعض يعملها وبتسبب مشاكل بالقلون وممكن البعض ما ينتبه عليها ليه مثلاً زي التدخين وتناول المشروبات الكحولية طيب الآن في بعض المرضى ممكن هو من نفسه بسبب بعض أعراض القلون يشخص نفسه أنه مصاب بالقلون العصبي طبعاً القلون العصبي بيحتاج إلى خصائص معين أو تشخيص معين من طبيب مختص بالجهاز الهضمي مو بس عشان الشخص مثلاً واجه مشكلة نفخة أو غازات أو الله يكرمكم مشاكل الإسهال أو الإمساك أو بعض الأعراض الأخرى للقلون العصبي يشخص نفسه أنه مصاب بالقلون العصبي طبعاً القلون العصبي ما يعني سبب الإصابة فيه غير معروف يعني فيه عدة أسباب ممكن إنها تكون كأحد الأسباب يعني كأعراض خطر لكن أو كأعراض يعني بتأهل الشخص أنه يكون مصاب بالقلون العصبي لكن مو معروف سبب الإصابة فيه فمهم دائماً الشخص يحاول يعرف هو من ناحيته إيش الأشياء اللي بتتعبوا من ناحية القلون يتجنبها مثلاً في بعض الأشخاص التوتر عندهم القلق أو العصبية هي اللي بتسبب المشاكل أو أعراض القلون العصبي فمهم إن الشخص يحاول يتجنب التوتر والقلق يمارس بعض الأشياء اللي بتساعد على الاسترخاء مثل ممارسات التأمل الحرص على النشاط البدني ممارسة الرياضة بانتظام أيضاً الأشياء كلها زي ما ذكرت بتقلل من التوتر وبتحسن الحالة النفسية أيضاً تنظيم ساعات النوم خلال الليل جداً مهم من ناحية بعض الأشخاص ممكن بيأجل مثلاً أو بتجهل الرغبة وبدخول دورة المياه وهذه الحاجة بتتأخر عندنا عملية الإخراج بشكل طبيعي ممكن تسبب أيضاً بعض الأعراض من فترة لأخرى اللي هي بتكون مثلاً زي الإمساك المزمن بسبب إنه الشخص تسبب زي كسل بسيط بسبب هو تأخيره اللي ذهابه لدورة المياه فمهم جداً أن الشخص يعرف وين هوا المشكلة اللي عنده بناءً عليها بتهم التعديل أيضاً البعض ممكن ما بيتناول ماء بكمية كافية وهذه الحاجة غلط مهم جداً شرب كمية كافية من الماء طبعاً احتياج الماء بيختلف من شخص لآخر حسب عدة عوامل من ناحية عوامل صحية أو حتى من ناحية الوزن وعوامل أخرى زي ما ذكرت بالنسبة إلى نصائح القولون للشخص السليم مهم جداً تجنب التدخين والمشروبات الكحولية تجنب المشروبات العالية بالسكر والمشروبات الغازية لأنها كلها تستثير القولون عنها أيضاً المشروبات المحتوية على الكافيين لو كان الشخص تتعب منها مثلاً زي مشروبات القهوة أو الشاي يتناولها باعتدال ما تكون بإفراد أيضاً مضر الطعام بتأني تجنب بلع الهواء بعض مثلاً من طريقة الأكل الخاطئة بواجه بعض مشاكل النفخة أو الغازات أيضاً من أهم النصائح اللي منلاحظ نحن مثلاً كأخصائيين كذبية بتم إهمالها من الأشخاص اللي هو تجاوز الوجبات ممكن شخص يجلس فترة طويلة بدون أكل فهي الحاجة بتتعب الجهاز الهضمي عند المصابين بالقولون العصبي فمهم جداً تنظيم أوقات تناول الوجبات بحيث أن الشخص ما يدخل نفسه يعقل وجبات كبيرة بوقت واحد أفضل حاجة تقريباً اللي بتمشي بطريقة صحيحة مع الأشخاص المصابين بالقولون العصبي لو تنظيم الوجبات تقريباً إلى وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم تقريباً تتراوح من خمس إلى ست وجبات وممكن بعض الأشخاص حسب احتياجهم من السعرات ممكن أنها تزيد أو تنقص بشكل أو بآخر من الأشياء المهمة اللي نحن ننصح فيها أيضاً كأخصائيين اللي هو وضع دفتر أو مذكرة لمراقبة الطعام وتسجيل متى بتظهر الأعراض طبعاً في بعض الأشخاص ما بيكون واعي إيش نوع الأكل بالزبط اللي بيعمل له المشكلة ما بيعرف إيش هو ممكن الأكل اللي يتجنب وممكن مثلاً الحليب بيسبب له مشكلة لكنه مو واعي بمشكلة الحليب فقط بروح يتجنب جميع منتجات الحليب من حليب من لبن من زبادي لكن هالحاجة خاطئة لأنها رح تسبب له مثلاً ما رح ياخد العناصر الغذائية الكافية إليه فدائماً لما نحن نعرف وين المشكلة بالزبط أنا بيتجنبها بشوف البدائل الأخرى المتاحة إلي بدون ما أحرم نفسي بدون ما أتسبب لنفسي بأعوض طبعاً لما بتنتسجيل الأكل أو الأشياء اللي بتسبب لنا مشاكل القولون مهم أنه الشخص يناقشها دائماً بزيارته مع الطبيب وبزيارته مع أخصائي التغذية أيضاً في بعض الأشخاص مثلاً بيمشي أو بيمتنا عن بعض الأكل أو بيمشي على حمية القولون لمدة مثلاً يومين أو ثلاثة وبحكي ما استفدت من النظام ممكن تاخد النتيجة إلى حد شهر في بعض الأحيان حتى ومرات أطول عشان يبدأ الشخص يشعر بالارتياح ويبدأ يحس أنه فعلاً النظام جاب نتيجة معه فمهم دائماً عدم استعجال النتائج زي وزي أي خطة علاجية نحن نتبعها طبعاً من الأسئلة اللي دائماً تتكرر علينا إيش النظام الوذاء الصحي للحد من إصابة القولون العصبي زي ما أنا ذكرت بالبداية سببه غير معروف ممكن يكون بسبب اختلاف تعامل من الجهاز المناعة بيختلف من جسم لآخر ضغوطات الحياة القلق أو مثلاً اختلاف تحسس خلايا القولون من جسم لآخر أو مثلاً سبب تغييرات الهرمونية اللي بتحدث في إجسامنا أو ممكن والسبب الغالب في أكثر الأحيان هو سوء العادات الغذائية فبناءً على المشكلة بتم الحد هل بتم النصح مثلاً بالعلاج بأعشاب طبيعية للمصابين بالقولون العصبي في بعض أنواع المشروبات مثلاً زي الكمون، اليانسون، الناعناع، الزنجبيل ممكن تفيد عند البعض لكن بالمقابل مثلاً زي الزنجبيل فيه عند بعض الأشخاص بسبب لهم أعراض القولون عند البعض الآخر بيكون مريحينهم زي ما ذكرت بالبداية مهم الشخص دائماً يراقب نفسه يعرف إيش هي الأكل أو المشروبات اللي بتسبب له المشاكل بناءً عليها يتجنب طبعاً من أبرز أعراض القولون العصبي اللي هي أعراض النفخة والغازات فمهم جداً نحن نعرف كيف نتعامل معهم مثلاً نحن نحاول نحد أو نقلل من تناول الأطعمة المحتوية على النشاة المقاوم أو ما يعرف بالresistant stash لأنها بتسبب أعراض النفخة والغازات موجودة غالباً بالبقوليات والحبوب الكاملة الموز النخالة الدراء الحلوة أو مثلاً بعض أنواع الأكل طريقة بطبخها بتلعب دور فمهم جداً نحن نعرف كيف نتناول أكلنا والناقش دائماً مع المختص أيضاً الفواكب بسبب السكريات الطبيعية المحتوية فيها أو المحتوية بطبيعتها ممكن أنها تسبب بعض الأعراض النفخة والغازات عند البعض فمهم نحن ما نجاوز ثلاث حصص من الفواكه يومياً حيث أنه ما يزيد واحدة منها عن حصة واحدة من الفواكه المجففة بحال الشخص بتناول العصير أيضاً ما يزيد عن كوب صغير من عصير الفواكه لأنه بيحتوي على سكريات بشكل طبيعي أيضاً الأطعمة الغنية بالبيبيوتك جداً مهمة للتغلب على النفخة مثلاً زي الزبادي أو الفطر الهندي أو بعض الأغذية المخمرة مثلاً زي المخللات والميزة والكيميتش طبعاً بعض الأشخاص مثلاً لو كان شخص مصاب بالقولون العصبي مصاب بارتفاع ضغط الدم غلط يأخذ مخللات فدائماً بتم تحديث الأكل أو يعني عثاء قائمة الأكل حسب الحالة الصحية أيضاً أحد الأعراض اللي هي الإسهال ممكن يحدث مع بعض المصابين بالقولون العصبي بحال أنه الشخص كان عنده الإسهال مهم جداً يعني كيف يتعامل معه بحيث مثلاً يزيد شرب الماء أو السوائل طبعاً منفضل شرب الماء والسوائل غير المحتوية على كافيين أو سكريات لأنها بتزيد من مشكلة الإسهال سوء بحال وجوده عشان نتجنب مشاكل الجفاف تجنب تناول مشروبات الغازية أيضاً الحد من تناول الألياف غير الذائبة في الماء مثلاً زي النخالة المكسرات والحبوب الكاملة وقشور وبذور الفواكه والخضار بتزيد من مشكلة الإسهال بشكل سيء لكن مثلاً الأشخاص اللي عندهم إمساك ننصحهم أنهم يتناولوها فدائماً حسب الأعراض بتكون التعامل مع الحالة أيضاً تجنب الأكل العالي بالدهون والأكل العالي بالبهارات خاصة مثلاً زي البهارات الحارة لأنها بتستثير الجهاز التضمي أيضاً اللاكتوز بيستثير عمل خلايا القولون عند البعض أو بزيد حتى من الإسهال سوء طبعاً بالملف اللي إن شاء الله رح أرفق لكم رابطه في أنواع أكل مسموحة للتعامل مع الإسهال موضحة بشكل جدول مع ملاحظاتها وفي أنواع ملوعة فممكن ترجعو لها بإذن الله الآن رح نتكلم عن الإمساك طبعاً مهم أيضاً تناول كمية كافية من الماء للمساهمة في إخراج الفضلات بالشكل الصحيح تناول الألياف غير الذائبة لكن ممكن تزيد عند الغازات عند الباب خاصة لو ما بيأخذوها بشكل منطبط فمننصح الشخص المصاب بالإمساك بزيادة نسبة النخالة مثلاً الحرص على الحبوب الكاملة ويأخذ الفواكه والخضار دائماً بقشورها بدون مأزالة القشة الخارجية أيضاً لما الشخص يتناول الألياف ما يبدأ فجأة مرة واحدة فيها حتى وهو عنده إمساك لأنه ممكن تزيد مشكلة الإمساك سوء خاصة لو ما كانوا شرب ماء بشكل جيد فممكن يتعلم طريقة زيادة الألياف بطريقة صحيحة بحيث أنه ما يزيد عن حصة غذائية واحدة من الألياف كل يومين بنظامه الغذائي لحد ما يوصل للنسبة المطلوبة منه أيضاً ممارسة الرياضة زي ما ذكرنا بتنشط عمل خلايا الأمعاء والقولون بشكل خاص وتنظيم الذهاب لدورة المياه بالإضافة للوضعية الصحيحة للجلوس عند إخراج الفضلات زي ما موضحها بالصورة أيضاً ممكن عمل المساج لمنطقة البطن باتجاه عقارب الساعة ممكن مثلاً استخدام بعض أنواع الزيوط الطبيعية مع ضغط بسيط ولطيف على منطقة البطن يعتبر كعلاج مساعد أيضاً في حمية تعرف باللو فود ماء دايت طبعاً هي حمية قليلة الفود ماء بالعربي طبعاً هي القسمها اختصار لأول حرف من عدة أنواع من الكربوهيدرات وبشكل خاص هي لأنواع من السكريات طبعاً لا تعتبر حمية قليلة الكربوهيدرات لأن البعض يفكرها مثلاً تعتبر من حميات قليلة الكربوهيدرات هي فقط منعت أنواع معينة من الكربوهيدرات فمهم الشخص أنه يجنب بعض أنواعهم طبعاً فيه إلها جدوى الخاص بيكون فيها أنواع أكل معينة طبعاً الأطعمة بحد ذاتها ما بتسبب مشاكل لمعظم المصابين بمشاكل الجهاز الهضمي إلا لو أخذوها بكميات كبيرة أو بشكل متواصل دائماً لكن البعض ممكن يواجه بعض المشاكل منها طريقة الحمية أن الشخص بيقطع جميع الأطعمة التي تحتوي على السكريات بتكون من نوعه مدة 6 إلى 8 أسابيع لو ما تحسنت الأعراض مهم أنه يتابع مع مختص بالتغذية العلاجية عشان يعرف كيف يرد يرجع لكل نوع من أنواع الأكل ويعرف وين الأكل بالضبط يسبب للمشكلة طبعاً ممكن تساعد البعض وممكن ما تساعد فبتعتمد دائماً على الشخص طبعاً نحن بكتابنا كتاب لستطفاة حتكلمنا بالتفصيل عن الحمية فإن شاء الله ممكن يعتبر لكم كما رجع ترجعوا لها بحيث أنها تساعد أحد أمراض أيضاً القولون اللي بتهمنا دائماً زي التهاب القولون التقرحي ودائكرونز فممكن الشخص ما يقدر يهضم جميع أنواع الأطعمة فبيحتاج مثلاً يهتم بزيادة السعرات الحرارية يعوض نسبة البروتين يدخم الفيتامينات بشكل أكثر زي ما بتم توسيطه من قبل الفريق الطبي يتناول أيضاً وجبات صغيرة متعددة خلال اليوم بحال وجود أعراض في الجهاز الهضمي مهم يلتزم بالأغذية بقائمة المسموح ويتجنب الأغذية بقائمة الممنوع أيضاً أضفت لكم إياها بالملف رح تفيدكم بإذن الله أيضاً تناول السوائل والماء خاصة بشكل خاص كما تم التوصية دائماً لتجنب التعرض للجهاز تناول الأغذية أيضاً مدعمة بالخمائر النافعة مهمة بحيث أنها بتساعد على عملية الهضم بشكل جيد أيضاً مهم للمصابين بيكرونز أو التهاب القولون التقروحي الحرص على تناول بعض أنواع المكملات الغذائية سواء كفيتامينات أو مكملات أخرى مدعمات حسب الحالة الصحية طبعاً لما يكون الشخص عنده القولون متهيج أو فيه عندنا القولون التقروحي غلط أن الشخص يأخذ أكل عالي بالألياف فزي ما نحن شفنا بعض الحالات من أنصحهم يأخذوا ألياف بكمية عالية والبعض من أنصحهم ما يأخذوا فدائماً مهم جداً استشارة الفريق الطبي فرح تشوفوا في عندنا جدول بالأكل المسموح بالتفاصيل وجدول لقائمة الأكل الممنوع طبعاً كله إن شاء الله رح أنزل الرابط في نهاية اللقاء بحيث يمكنكم الوصول إليه آخر حاجة حنتكلم عنها وهو التهاب الرج وهو بتم طبعاً بيكون عبارة عن ضيء بعض الالتهابات في جزء من القولون مهم طبعاً بتم علاجها غالباً بالمستشفى تحت إشاف طبي بتم التدرج حسب توصيات الطبيب المعالج بيكون طبعاً الشخص صائم لحد ما تبدأ تتحسن الأعراض يتوقف النزيف والإسهال بيبدأ رشفات ماء سوائل الشفاطة بعدين الأكل اللين بحيث أن يكون نظامه قليل الألياف وتدريجياً بيبدأ يزيد كميات الألياف طبعاً تفاصيل التدرج بالنظام الغذائي بتم تحت إشراف الطريق الطبي حسب تحسن الحالة طبعاً لما يبدأ الشخص يشعر بالتحسن لما يتوقف الحمد لله الأعراض الالتهاب بحيث يتوقف النزيف والإسهال مهم الشخص يبدأ بالنظام الأكل اللين ويكون قليل الألياف بعدين تدريجياً يبدأ بزيادة الألياف تقريباً من 6 إلى 10 جرام زيادة على التوصيات القياسية اللي هي الإحتياج طبعاً دائماً إذا الشخص ما بوصل لإحتياجه من الألياف وكان محتاجها مهم جداً يستشير أخصائي التغذية العلاجية عشان يعرف كم كمية الألياف المناسبة إلو عشان يتفادى المشاكل اللي هو دائماً بعاني منها حاولت أشمل لكم أغلب المواضيع المتعلقة بالقولون بشكل مختصر رتبت لكم إياها بملف إن شاء الله رح نزله بقناتنا بالتليجرام بحيث أنه يعني يعتبر كمرجع عندكم طبعاً المرجع ما بغنيكم أبداً عن استشارة المختص سواء كطبيب أو أخصائي التغذية حسب حالتكم بتم التعامل معها وإن شاء الله إني أكون أفدكم شكراً لكم لو في أسئلة ممكن نجاوبها تمامًا ما في أسئلة شكراً نشكر رح سأتجمع أخصائي التغذية على الاستضافة وإن شاء الله إني أكون قدرت أفيدكم بالمعلومات شكراً لكم شكراً لكم